لازلنا مع الأحداث الجارية في مصر والمتلاحقة وحنتكلم دلوقتي في هذه الفقرة حول نناقش مع أستاذ مصطفى الأسواني الصحفي بالشروق الانقسامات داخل لجنة الدستور وأهم المواد المختلف عليها في اللجنة نهارك سعيدة أستاذ مصطفى نهارك سعيدة أفهم النهاردة أول يوم تصويت على مواد الدستور النهاردة إن شاء الله ستكون لجنة الخمسين مجتمعة في التصويت على مواد الدستور وحنا عارفين أن هناك اختلافات كثيرة جدا داخل لجنة الخمسين والاختلافات دي هتأثر بصورة سلبية على مطالب الشعب المصري نفسه والذي قام بالصورة أولا على موضوع الخاص بالقوات المسلحة والمحاكمات العسكرية لأن المقطتين دول تحديدا المتعلقين بالقوات المسلحة محتاجين اللي هو هنقول بالبلد كده رجالة في لجنة الخمسين أن هما يخدوا موقف زي اللي خادوا الفريق عبدالفتاح السيسي في 30 يونيو فهما بالتالي مطلوب منهم أن هما يتخذوا مواقف شبيه بده ضد المطالب الكثيرة جدا بتاع القوات المسلحة أنها عايزة تضمن حق كبير أو تضمن خصوصية مستقلة وكأنها دولة مستقلة داخل الدولة الحاجة الثانية موضوع برضو تحصين منصب وزير الدفاع برضو ده محتاج أن نحن ما يبقاش فيه الانقسام الكبير اللي موجود حاليا داخل لجنة الخمسين لا أنه يبقى فيه هنقول اتحاد عشان ينحسم الموقف لصالح الشعب أولا وليس لصالح الحسابات الشخصية داخل اللجنة أو خارج اللجنة بالنسبة للقوات المسلحة الغريب يا أستاذ مصطفى أن وقت الدستور اللي فات دستور 2012 كانت القوات السياسية شايفة مواد القوات المسلحة مبلغ فيها فأنه تزيد كمان عن اللي كان ده غريب وغير متوقع من دستور ثورة حقيقية هو كان معروف أن في دستور الإخوان كان حصل زي تقاسم ما بين القوات المسلحة وجماعة الإخوان وكله برضو بيحسب حساباته السياسية أو مصالحه الشخصية بالنسبة في حكم مصر اللي هو أننا هسيب لك مساحة كبيرة من أن أنت تحكم مصر أو أنت لك حرية القرار في الدولة مقابل أن أنت هسيب لي أن الموارد الاقتصادية بتاعتي أن أنا أتوسع فيها أكتر وأن أنا ما يبقاش فيه اللي هو متطلبات علي أكتر لا أنا أخذ احتياجاتي وبس فكانت حاجة أصاد حاجة فدلوقتي جينا بعد 30 ستة لقينا أنه فوق الدستور الإخواني القوات المسلحة بتطالب كمان اللي هو موضوع التحصين وموضوع اللي يبقى فيه المحاكمات العسكرية إحنا من بعد 25 يناير 2011 مباشرة بدأت المطالب بموضوع اللي هو وقف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين إلا في حالات اللي هو هنقول أن بدونها يعني لازم الشخص المعتدي على منشأة عسكرية وثبت فعلا اعتداؤه داءها يحال إلى قضاء عسكري وليس إلى القضاء الطبيعي لكن دلوقتي القوات المسلحة مصرة على أنها تتمسك بموقفها في موضوع أنه يبقى فيه محاكمات عسكرية للمدنيين واللي هنقول اللي بيجرأ ممثل القوات المسلحة داخل لجنة الدستور أو داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور اللي مجرأ أكثر موضوع الانقسامات والانشققات اللي داخل اللجنة إزاي بقى إيه شكل اللي انشق قد إنه هو ما فيش يعني لو مثلا هنضربها هنضرب مثال بصورة تانية خالص اللي حصل في 36 لو إنه ما كانش الشعب بالتجمع ده أو بالطريقة دي أو بالمطالب دي أو إنه كان يعني خلال الغالبية العظمى من الشعب خرجت ضد حكم مرسي ما كانش الجيش أو قائد الجيش إنحاز إليهم فبالتالي نفس القصة كذلك في داخل لجنة الخمسين إن لجنة الخمسين إن أنا شايف أعضاء اللجنة مش كلهم يعني مش كلهم واخدين موقف واحد ضد مطالب القوات المسلحة أو ضد المطالب الشخصية للقوات المسلحة في الدستور الجديد ده هيجرأ أكثر إن أنا لا أنا بقى اللي هو هيحس إنه هو في موقف قوة وإن أنا لازم أطالب وأصر على مطالب لحد هل هو نتشعل جبهتين داخل اللجنة الخمسين اللي جابها بقيادة الأستاذ عمر موسى وجابها تانية بقيادة سامح عشور هو يعني من الانقسامات الحالية اللي موجودة دلوقتي واللي هما دايما يعني لحد دلوقتي الحاجات اللي اتفقوا عليها بسيطة جدا أو تكاد لا تذكر بالنسبة لمواد الدستور ويعني وكمان غير مدركين لمحدودية الوقت إنه هو أقل بكتير جدا وليك في إنه إحنا يبقى فيه جدال طويل ده والاختلافات دي كلها فهو على ما يبدو بالفعل إنه هو في اللي هو أنت رأيك كذا فأنا أخذ شمال على طول أنت رأيك شمال أنا أخذ يمين على طول بحيث اللي هو يعني زي ما هنشوف جبهة مين اللي هي هتحكم في النهاية أو أن هي هتكون لها الغلبة فيه مشكلة مع مواد القوات المسلحة دي من ناحية يعني دول بيشدوا من ناحية فيه كمان حزب النور بيشد من ناحية التانية على مواد الهوية وتحديدا المادة 219 وحزب النور هدد بإنه سينسح من لجنة الخمسين في حال عدم إقرار المادة 219 وحيحشد في الشارع بلا في حالة عدم إقرار هذه المادة رأيي الشخصي يتفضل ينسح بالنسبة لحزب النور أولا لأن يعني إحنا حددنا هوية أو محددناش هوية معروفة أن يعني مصر الغالبية العظمى من سكانها بيدينينا دين الإسلام والإسلام موجود قبل ما حزب النور يتأسس وقبل ما جمعة الإخوان تتعمل وقبل أي حاجة من الكلام ده كله خالص تاني حاجة إحنا موضوع مادة الهوية دي تحطت يعني يدوب من عهد السادات أو من فترة قريبة يعني ما كانش موجود قبل كده مثلا إن إحنا لازم بقى في مادة الهوية عشان إحنا نحدد هويتنا إيه والكلام ده كله خالص سقط مرسي الإسلام موجود سقط مرسي وجماعة الإخوان سقطت ولا زالت برضو الناس يعني بتقيم شعار الإسلام وفي تعداد المسلمين في تزايد برضو ما لهش أي علاقة بموضوع أن أنا حددت هوية أو ما حددتش هوية في موضوع مادة الدستور وبعدين أي كمان يا أستاذ مصطفى إيه مادة الهوية الأساسية إيه مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ما دي موجودة في المادة اتنين هو بقى هما كمان بقايزين يضيفون مادة 219 دي يأمة الضفل المادة اتنين يأمة تبقى مادة مستقلة وتقار هو يعني ممكن نقول إنه هو قصة تلكيك مش أكتر اللي هو إن أنا عايز أتكلم ويظهر في الصورة وخلاص إن حزب النور دي معارض ودي حزب النور مش عارف إيه في حين إنه كان من البداية كان حاطة أمل على إنه هو اللي هيتولى السلطة من بعد الإخوان وكانت في الفترة الأخيرة يعني قبل عزل المرسي بأشهر قليلة كان بدأت المباحثات ما بين قيادات في حزب النور وقيادات في الدعوة السلفية أيضا مع وفود أمريكية أتت إلى القاهرة وهم ذهبوا إلى واشنطن فكله كان إنه هم حاطين أمل على إنه هم هيتم استبدالهم بالإخوان إنه هيدخلوا في تحالف مع الولايات المتحدة بما إنه هي برضو يعني هنقول مش هنقول هي الدعم الرئيسي للإخوان والإخوان هم الحليف النعم للولايات المتحدة منذ نشأة الجماعة فحزب النور وقياداته صدموا بأنهما يعني ما بقوش هما البديل وأنهما شايفين نفسهم إنهما حزب ظهر وليد فجأة وبقى له أغلبية في الشارع وخد مقاعد في البرلمان كثيرة جدا فهو شاف إنه له قوة وأنه كان له الأولوية تولى الحكم بعد عزل جماعة الإخوان فبالتالي لما لقى نفسه إنه هو بيبعد عن الصورة لا خلاص على آخر لحظات وافق إنه هو يشارك في لجنة الخمسين لتعديل الدستور بدأ إنه هو في الأول فيه توافق منه بعد كده بدأ إنه هو يعترض على حاجات معينة فدلوقتي يعني وهو بيهدد إننا لو ما يعني لو ما تمشي التوافق على المادة من 2019 أو مواد الهوية في الدستور الجديد هو هيخرج لله هيدعو لليه أو هينسحب من اللجنة وحيحشد لليه في الشارع هو كان في البداية يعني كان قال إنه هو هيتحالف مع الإخوان الكلام ده بالضبط كده من حوالي يعني شهرين أو شهرين وشوية كان إنه هو هيتحالف مع الإخوان في إنه هم مقاطعة تماما للاستفتاء الدستور بحيث إنه هم يعني ينزعوا صفة الشرعية عن الحكومة الحالية وعن اللجنة الخمسين اللي وضعت الدستور وعن اللي حصل منذ 3 يوليو بعد دلوقتي مؤخرا يعني تراجعوا عن أقوالهم وده المعتاد عنهم برضو إنه هم قالوا لأ إحنا هنحشد للتصويت بلا وبرضو هيبتدوا يعني هنقول في النقطة دي هيدعموا الإخوان بطريقة غير مباشرة في موضوع إنه هم هيلعبوا على إن الدستور الجديد ده جاي ضد الإسلام الدستور الجديد ده جاي ضد الهوية آه الدستور الجديد ده زي ما كان من فترة كده بيتكلموا إنه يعني معلش هدخل موضوع ده في موضوع الدستور اللي هو كان إنه سد النهضة في أسيوبيا له علاقة بإن أسيوبيا عايزة تقضي على المسلمين اللي في مصر وهتمنع عنهم المياه طيب هل هي هتمنع عن المياه عن المسلمين بس والمسيحيين لأ مش يعني هتوصلهم مياه في السر فهو نفس القصر هم بيربطوا بيستغلوا الدين في كل شيء لازم يدخلوا دين خدمة لمصالحها لكن لكن أنا المشهد ده يقلقني في حاجة إنه هو في دلوقتي في مواد بتاعة القوات المسلحة في ناحية عليها خلاف في مواد الهوية في الناحية التانية من ناحية حزب النور عليها خلاف ده بيخلي إن المشهد الاستفتاء على الدستور مشهد فيه اشتباكات في وجه النظر لأنه هيبقى فيه قوة ثورية معترضة على البنوت دي وهنا قوة إسلامية أو حزب النور وأتباعهم والإخوان المعترضين على دي فممكن ده يعمل تصعيد في الشارع في فترة الدستور أو في فترة الاستفتاء على الدستور أكيد طبعا هو يعني إحنا بالرغم من الهدوء الأمني حاليا واللي هو النسبي مش هنقول فيه أمن أو يعني بس نسبيا لكن الفترة المقبلة حينما يحين وقت الاستفتاء على الدستور إذا توفقوا داخل اللجنة وتم خروج دستور أو مشروع دستور هيتم الاستفتاء عليه في وقتها هنجد اللي هم برضو لسه ما زالوا أنصار رئيس الإخوان محمد مرسي موجودين أن هم بيطالبوا برضو بعودة شرعية مرسي للحكم فدول مش معترفين أساسا بدستور ولا بلجنة تعديل منهم من جماعة الإخوان اللي هم المنشقين واللي هم آه عايزين مصالحة وعايزين يشاركوا في استفتاء الدستور وكلام ده بس دون الاعتراف بأن اللي حصل في 36 ثورة شعبية والحاجة التانية برضو هنلاقي القوى السورية في الشارع المصري برضو اللي هي مصرة على موضوع أننا القوات المسلحة ما يبقاش على رأسها ريشة في الدستور القوات المسلحة تبقى لها مواد تحكمها وتقول لها وهو بإمكاننا أننا نحاسبها ومش أنها تبقى هي الحكم في كل حاجة وأنها تبقى الخصم والحكم في نفس الوقت أننا أعترض على حاجة للقوات المسلحة وأننا أنتقدهم أو أننا أقول أنهم مثلا في العمليات اللي بعملوها حاليا في سيناء زي الزميل الصحفي أحمد أبو دراع لم قال أنهم بيوجهوا الضربات بتاعتهم لأماكن فيها مدنيين أبرياء أو كده وتم اتهمه بأنه بيزيف الحقائق أو بينشر قوى الكاذبة أو كده وتم تحويله للقضاء العسكري على طول فده دي مطالب القوى المدنية أو هنقول للغالبية العظمى من الشعب يطالب أنه لا للمحاكمات العسكرية أنا مواطن طبيعي وحاكم قدام القضاء الطبيعي بعدا عن القضاء العسكري تماما إلا إذا كان فيه اعتداء صريح وواضح ونتج عنه ضرر على منشأة عسكرية أو على أفراد القوات المسلحة في وجود دليل يوم 4 نوفمبر هو محاكمة الرئيس المعزول المرسي وفيه تهديدات كثيرة من جماعة الإخوان وأنصارهم بتصعيد هل بتعتقد أن هذا تصعيد لفظي ولا ممكن يكون فيه فعلا شكل ما من التصعيد الميداني هنستذكر الموضوع ونربطه بمحاكمة الرئيس الأسبق حسن المبارك كان أنصاره برضو بنفس القصة أنصار المبارك كانوا أضعف بكتير من كان أضعف مكانش تنظيم هو كان تعاطف بس مش تنظيم فبالتالي كان برضو بيدعو أنه هيبقى فيه عمف هيبقى فيه تصدي لللي هما ضد مبارك أو اللي هما أبناء الصورة زي ما بنقول فبالتالي تمت المحاكمة كان فيه مناوشات القوات الأمنة فصلت ما بين الطرفين دلوقتي إحنا قدام تنظيم هنقول مدعوم من جهات خارجية حاليا تم الإلقاء القبض على القيادات الرؤوس الجماعة المدبرة في جماعة الإخوان داخل مصر ولكن خارج مصر فيه هنقول حوالي ست قيادات متواجدين في لندن في تركيا في غزة بيديروا ويمولوا كل الأحداث التي تحصل من جانب جماعة الإخوان وأنصارها داخل مصر طالما دول لسا زي ما هما بره لم يتم الإلقاء القبض عليهم أو لم يتم أننا نتواصل اليوم إحنا فيه جهد من المخابرات أنها بتحاول تتواصل إلى أماكنهم فين وتسهل عملية الإلقاء القبض عليهم ولكن لحد دلوقتي ده ما حصلش فبالتالي هما دول بيمثلوا الخطورة في أنهم هيعملوا حشد في يوم محاكمة مرسي ويمكن يتكرر الحدث بتاع أحداث الحرس الجمهوري في أن مرسي محتجز داخل دار الحرس الجمهوري فبالتالي مرسي دلوقتي داخل قاعة المحكمة نحاولوا يهربوا نقتحم عشان نحاول نهرب ولكن أظن بما أن القوات المسلحة هي اللي هي اليد الطولة حاليا في موضوع تأمين البلاد أو الإشراف على عملية تأمين البلاد فهيها لن تتهاون في موضوع أنها تؤمن قاعة المحكمة ومحيط المحكمة بقوات كفاية ضد أي عمليات أو أي أحداث شغب هتحدث من أنصار جامعة الإخوان هو كان فيه خبر مبارح بيقول أن هو مرسي سيكون بدون محامي اعتراضا منه على محاكمته أصلا بالشكل ده فهو مفيش محامي هيكون معاه فكان فيه اتجاه بيقال يعني بيعتراضا أنه هيكون فيه اتجاه لتأجيل المحكمة هو احتمال كبير بس يعني حتى لو هو معترض على أنه يتحكم بالطريقة دي يعني هنقول كل التهم أو الغالبية العظمية من التهم الموجهة إليه فيه دلائل وبراهين عليها ما هي التهم؟ هارك عندك فكرة أي التهم؟ يعني هنقول مثلا قضية التخابر الهروب من سجن واضي النطرون اللي هو التعاون مع جهات أجنبية في مثلا هنذكر حدثة ضحايا رفح كان يقال أنه له يد فيها وده يعني إحنا لو عايزين نأكد الكلام ده هنأكده بأن إحنا لو رجعنا لفترة حكم مرسي هنشوف تصريحاته اللي كان بيصرحها للصحف الأجنبية وخاصة الروسية منها يعني في الفترة اللي جاية هو بيانوي يعمل إيه وأن إحنا يعني هو كان في تصريحاته بين أن هو متشدد جدا ضد أي خروج عن مش الشرعية بقى الشريعة الإسلامية وأن إحنا هنحكم مصر بالإسلام وبالدين وبالطريقة دي فبالتالي هو التهم الموجه إليه يعني الحاجات دي تاني حاجة يعني هنقول تهمة وإن كانت لم توجه إليه بس هي من باب أولى أن دي توجه إليه لأنه مبارك بيحاكم بيها برضو اللي هو أن أنا كرئيس دولة في قدام مني أحداث عنف قوات الأمن بتتعامل بعنف مع المتظاهرين السلميين وما شابه وأنا يعني سكت على ده فده يعد فعل مني أو يعد مشاركة مني فبالتالي أدي إحنا يعني مبارك متهم بس هنقول إحنا أعتقد هو متهم في الاتحادية كمان أه ما هي الأحداث دي الأحداث اللي تمت دي عونف من قوات الأمن ضد المتظاهرين وهو لم يحرك ساكن في ذلك فهو يعد مشارك ولو بطريقة غير مباشرة صحفي الأستاذ مصطفى الأسوان يا صحفي بشروق بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة مشاهدينا كده خلصت فقراتنا النهاردة من نهارك سعيد لكن بكرة فقرات جديدة وفريق أعمال جديد